التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان هل يشترط التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟ الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد لا يشترط التلفظ بالنية في الصيام ما دام الإنسان قد نوى الصيام بقلبه وإنما يشترط تبييت النية قبل الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له أخرجه النسائي لكنه ينبغي أن يعلم أن لكل يوم نية مخصوصة كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء وذهب السادة المالكية إلى أن المسلم لو نوى أول الشهر صيام الشهر كله صح صومه والله أعلم